اشتركوا في القناة المختلف اجهزتها بوضع خطة استباقية متكاملة للتعامل مع مياه الامطار من خلال غرفة العمليات بالاضافة الى التنسيق مع الجهات المعنية للعمل بشكل متكامل خلال هذه الفترة جهود متواصلة وعمل دؤوب تقوم به وزارة الداخلية باجهزتها المعنية وذلك على مدار الساعة للتعامل مع مياه الامطار التي يستمره طولها في جميع ارجاء المملكة من خلال وضع خطة متكاملة في توعية مرتادي الطريق والبحر مع دخول موسم امطار الخير على مملكة البحرين وحسب ما وردنا من ادارة الارصاد الجوية فقيارة خفر السواحل تحب تنوه لمرتادي البحر باخذ الحيطة والحذر قبل البحار والتأكد من النشرة الجوية وتأكد من موجود المعدات السلامة على الطراد والمرور على النقاط البحرية واشعارهم بوجهة البحار كذلك ايضا اخذ اللبس المناسب للاجواء الممطرة متبنيين السلام للجميع تدعو الادارة العامة للمرور جميع مستخدمي الطريق الى ضرورة اتباع ارشادات السلامة خلال هطول الامطار واخذ الحيطة والحذر بترك مسافة امان كافية بين المركبات تهدئة السرعة والالتزام بالمسار الصحيح عدم التوقف المفاجئ بالضغط على الفرامل لتفادي الانزلاق تجنب مواقع تجمع مياه الامطار ضرورة الوقوف في مكان امن حالة عطل المركبة والنزول منها والتوجه لخارج حرم الطريق كما تدعو الادارة العامة للمرور على اهمية التأكد من صلاحية ماسحات الزجاج الامامي وسلامة اطارات فرامل المركبة والتمديدات الكهربائية حفاظا على سلامة الجميع كما تقوم اجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع جهات اخرى لتوفير المضخات بشكل استباقي لمنع تجمع مياه الامطار في الشوارع والطرقات مشددة في الوقت ذاته على اهمية توخي الحذر خلال هذه الفترة لتجنب الوقوع في حوادث قد تتسبب بها مياه الامطار وضعت الادارة العامة للدفاع المدني خطة مسبقة للتعامل مع موسم الامطار في مملكة البحرين من خلال قرفة العمليات التي تعمل على مدار الساعة كعادتها بجاهزية كبيرة في تلقي البلقات ايضا تم التنسيق مع الجهات المعنية لوضع مضخات سحب المياه على المناطق المتضررة تدعو الادارة العامة للدفاع المدني جميع الأخوة المواطنين والمقيمين بالتقيد باشتراطات السلامة في هذه الأجواء التي هي توخي الحذر وعدم ملامسة الأسلاك الكهربائية المكشوفة الابتعاد عن مصادر الكهرباء والابتعاد عن أعمدة الإنارة في حال وجود مياه الامطار داخل المنزل يجب عليهم قاطع التيار الكهربائي عدم التواجد والتجمع عند مكان تجمع مياه الامطار وفي النهاية يجب عليهم الحذر ومعرفة الكافية أثناء قيادة السيارة من عمق المياه جملة من الرسائل التبعوية وخطط متكاملة للتعامل مع موسم الامطار أعدتها إجهزة وزارة الداخلية لتحقيق السلامة العامة يقابله وعي والتزام من قبل المواطنين والمقيمين من مرتادي الطريق والبحر من خلال اتباع كافة إرشادات السلامة لقضاء موسم آمن خال من الحوادث وملئ بالبهجة والخير